اشتركوا في القناة وضح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة ان هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تأهيل الكوادر الوطنية الشابة عبر توفير الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي وخصوصا الاطباء كما بحث الاجتماع جميع الامور المتعلقة بمبادرة تدريب وتوظيف الاطباء الججد حيث يتكون البرنامج من التدريب لمدة سنتين في المستشفيات الحكومية العامة في التخصصات الطبية المختلفة مع التركيز على الطب العام ومن ثم ينال الملتحقون على شهارة تأهيل المعتمدة تؤهلهم للعمل في القطاع الصحي الخاص وستوضع من خلال هذا البرنامج جميع الالتزامات التي يجب أن يتبعها القطاع الخاص في التوظيف من رواتب وتدريب كما سيلزم صاحب العمل بنسبة البحرنة ومقدار الراتب ترجمة نانسي قنقر